غياب مفاجئ لمعتز مطر عن حلقة الليلة وغياب مفاجئ لمحمد ناصر عن حلقات الاسبوع كله ايه اللي جار و ايه اللي ضار ده كلام يعني ايحتاج منه الى تحليل و الى متابعة لما يدور هناك في تركيا لكن خلينا اقول لكم انه اختفاء محمد ناصر ده خرج هو قال انا اعد اسبوع مش هتكلم مش هطلع في قناة مكملين اهو بيقول نظرا لتوقف برنامج مصر النهاردة لمدة اسبوع القاكم على قناتي على اليوتيوب السبت والحد والثلاثة والاربع ساعة عشر بتوقيت القاهرة يعني ده اعلان من محمد ناصر وفي نفس التوقيت طلع معتز مطر بيقول نعتذر نعتذر عن عدم الظهور في حلقة اليوم من برنامج مع معتز على الهواء مباشرة وتشاهدون الليلة اعدل حلقة سابقة الله غالب الله يغدك المهم الخلاصة انه الاثنين واحد شغال في مكملين واحد شغال في الشر الاثنين مش هطلعوا الا لا دي قصف الله السنتهم ورقابهم وارانا فيهم ايامهم السوداء في حاجة في حاجة في القصة ظني وبعض الظن اثر وبعض الظن ليس اثر انه ايمان نور هو الرابط ايمان نور هو عراب ما يدور ايمان نور خلال الفترة الماضية اعلن انه هناك اختفاءا قريبا من المشهد او انسحابا قريبا من المشهد بيقول انا هنصرف انصرافا قريبا وشيكا ايمان نور ايمان نور طلع موضوع الانصراف الوشيك عندما انقطع المال وشيك يعني غباراتي دي خلاص شيكات ولا فلوس اتهدد ايمان نور بعد سبتمبر كانوا مديين شيكات على بياض ووعود انهم ان شاء الله هيوقعوا النظام في مصر ويخربوا مصر في سبتمبر فلما فشل انهم يخربوا مصر في سبتمبر وهم كانوا بغدين فلوس فبدأ الممول يتململ الممول اللي بيدون فلوس بدأ يداء منهم فبدأ يهددهم وقلنا هذا الكلام في حينه انه عزام التميمي الكادر الاخوان الملعون وعزم بشارة الكادر الصهيوني الاكتر لعنة اللي اتنين كان هدفهم تخريب مصر من استخدام الادوات الشيطانية في قنوات شارق ومكملين وغيره فلما التمويل قال او توقف حصل الخلافات اللي كانت موجودة بينهم خلال الفترة الماضية وزوبع سجل للولد سامي كمال الدين سامي كمال الدين سجل لزوبع نشروا الاتنين لبعض فضحوا بعض دخلت غدا نجيم مرات هشام عبدالله وبدأت تشتم وتطعم فيه سامي وتقول له انت قواد سامي اتكلم على غدا والله انت داعرة وقعدوا يشتموا في بعض كلهم ودخل الولد عمرى عبدالله على الخط ودخل احمد حمدي على الخط عملوا جبها جبها ضد جبها وفي الاخر قالوا على ايمان نور ما قال مالكم في القمر وايدوا كلامنا كله على ايمان نور وايمان نور طلع وتكلم عليهم وايد كلامنا كله ضد هؤلاء الخلاصة انهما مجموعة مرتزقة اثر هذه الخلافات وهذه الامور التي ظهرت خلال الفترة الماضية كل نتيجته اعتقد انه ايقاف او توقف معتز مطر ربما تكون في محاولة للضغط على ايمان نور خلال هذه الازمة خلال هذا التوقيت لمحاولة الحصول على مكاسب تضمن لمعتز البقاء خلال الفترة القادمة لانه ايمان بيهدد بالانسحاب بقول لهم هاتسمه لكو توقف لان ايمان نور خلال الفترة الماضية يعني زبط اموره داخل تركيا خد الجنسية تركية بنى قصر منيف في تركيا لديه اسطول سيارات في تركيا عنده شركات ومصانع اخرى بعيدا عن الالام ربما يتوارى ايمان نور خلال الفترة القادمة في اطار صفقة في اطار صفقة معينة ستتضح ملامحها خلال الفترة الماضية هنقول لكم ان شاء الله ففاصلها فبالتالي معتز مطر قال له انت هتضيعني انا هروح فين فبدأ معتز يلحق يعمل اي امر بالامور معتز محمد ناصر كان فيه تنافس بينهم الظروف خلتهم يتوقموا مع بعض مرة اخرى النهاردة الاثنين النهاردة الاثنين اعتقد انه القرار ليس بعيدا عن تنسيق بين الطرفين خاصة دفقناه ودفقناه ايمان نور الشرق ومحمد ناصر مكملين لكن الممول الاساسي لهم الاثنين هو الراجل ابو عامر مش اسمه ابو عامر ابراهيم برضو الراجل ابو عامر اللي هو ابو دية عبدالرحمن ابو دية هذا الشخص الغامض عبدالرحمن ابو دية اللي بيمول ايمان ابو دية انت عارفين وايمان نور وايمان نور طبعا يعني انا بقول انه في خريف ايمان نور وصل لمرحلة الخريف والخرف الاثنين مع بعض لكنه بيناور ما زال اي من نور هيموت واي من نور بيخون يعني اي من نور عندما يكون يعني لما يكون روحه بتطلع بيخون برضو اي من نور لا يتوقف على الخيانة شخص لم ولن يتوقف على الخيانة